أبرز ما جاء في الصحف لليوم نبدأ من صحيفة الأخبار حيث عنوانة حراك باسيل يسوق للإسم الثالث ميقاتي يفتتح العام بمشكل جديد بعيدا من كل التعهدات التي قطعها خصوصا للبطريارك الماروني بشار الرعي يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيفتتح السنة الجديدة بأزمة حكومية جديدة تقود إلى مزيد من التشنج فقد كشفت مصادر مطلعة للأخبار أن ميقاتي بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بره ينوي الدعوة إلى جلسة حكومية مطلع عام 2023 يتضمن جدول أعمالها إعداد مشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين لإحالته إلى مجلس النواب لتصويت عليه وفيما يبقى مصير الجلسة مرهونا بمواقف القوى السياسية التي شاركت في جلسة الخامس من الشهر الجاري إلا أن مجرد النية إلى الدعوة تشكل في حد ذاتها رغبة في التحدي وتحدي التيار الوطني الحرب الذات وستؤدي لا شك إلى صدام أوسع مما شهدته الجلسة الأخيرة في ظل استحالة الوصول إلى توافق على ملف آلية عمل الحكومة التي ترفض القوى المسيحية وفي مقدمها التيار أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية وهو العنوان الذي يختزل العنوان الخلافي مع رئيس الحكومة إلى ذلك باسيل لا يزال مقتنعا بأن قوة كل من المرشحين الرئاسيين الجديين سليمين فرنجي وجوزيف عون تكمن في وجود دعم داخلي وخارجي كبير لهما ولا يمكن بالتالي اختراق ثنائيتهما سوى بمرشح ثالث يحظى هو الآخر بدعم داخلي وخارجي وإذا كان فرنجي يتكأ على ثنائي حزب الله وحركة أمل بينما يتكأ عون على كلمة السر الأمريكية فإن دعم التيار الوطني الحر لمرشح ثالث لا يكفي وحده وسيؤدي إلى احتراقه بسرعة لذلك يعمل باسيل على توسيع إطار الدعم لهذا المرشح المفترض وهو من هذا المنطلق يميل إلى مراعاة البطرياركية المارونية مفترضا أن حيثية وجدية أي خيار ثالث ستزداد كثيرا إذا انطلقت من دعم البطرياركية والتيار لا التيار فقط أو البطرياركية فقط وفي ظل تردد القوات اللبنانية فيما يخص طبن ترشيح قائد الجيش يمكن أن يكون بين الأسماء التي تقنع بكركة والتيار من يقنع معراب أيضا فيصبح عندها هذا المرشح أكثر جدية من فرنجي وعون مجتمعين ويقول أحد المطلعين على اتصالات باسيل أن أفاق الحوار باسم ثالث أقفلت بسرعة مع حزب الله بحكم تمسكه بفرنجي كمرشح وحيد ثم مع الرئيس برري فيما كان المقلب الآخر أكثر فتاحا وترحيبا بالحوار من بعض النواب التغييريين أو من بعض النواب حيث لم تكن المعادلة جوزاف عون أو لا أحد أو معنا أو ضدنا وإذا كان الحوار سالكا بشأن المرشح الثالث مع العاصمتين القطرية والفرنسية والبطرياركية المارونية فإن النقاش في الأفكار كان إيجابيا جدا مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط ومع عدة نواب تغييريين ومستقبليين سابقين يلتقون بشكل دوري بعيدا من الإعلام مع ثلاثة من النواب العونيين وفي رأي العونيين أن أي خيار جدي ثالث يمكن أن يشكل مخرجا حقيقيا لهؤلاء من الإحراج الكبير الذي سيمثله السير بفرنجية أو عون بنسبة لهم وعن العلاقة مع جملاط يقول أحد المطلعين أن جملاط تعاية شباكرا مع تصحيح التمثيل السياسي في الجبل ورغم تعبير بعض نوابه عن خطاب كراهية غير مفهوم تجاه التيار الوطني الحر وحادثة قبر الشمون فإن المعارك سواء في السياسة أو في مجلس الوزراء أو حتى في الانتخابات النيابية بين التيار والاشتراكي كانت محدودة جدا وضيقة في ظل تنام كبير في عدد الأصدقاء المشتركين للجانبين وهو ما يفسح المجال أمام فتح صفحة جديدة جدية بين الطرفين مع الأخذ في الاعتبار أن جملاط أيضا يبحث عن خيار ثالث يجنبه عن الاستفاف العنيف مع فريق ضد آخر وهو يجد بين السطور التي يرددها باسيل عن الخيار الثالث عدة مرشحين مناسبين يطمئنون المختارة الآن ننتقل إلى الجمهورية ماذا كتبت صفاء درويش ورقة الرياض للحال تسوية على الرئاسة والحكومة إذن تنبؤات كثيرة خرجت منذ بدء انعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية عن موقف المملكة العربية السعودية من الاستحقاق وعن هوية مرشحها المفضل وفق أي معايير تشير الأجواء إلى أن المملكة تدرك تماما أن الاتيان برئيس تحدي في لبنان سيعقد الأمور أكثر وسينسف فكرة الاستقرار ما قد يهدد وجود النظام ومن هنا لم يشجع أي مقرب من السعودية في بيروت والرياض على حد سواء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجة على السير بترشيح رئاسي لا ينال دعم المملكة ولا يكون له أي حظ في متابعة السعي نحو القصر الجمهوري ورغم عدم مجاهرتها ولا حتى دعمها العلني لأي اسم من الواضح أن ورقة المملكة الرئاسية هي تسوية على الرئاسة والحكومة في آن معلومة واحدة تأخذ شكل الرضى السعودي المشروط على أي رئيس مقبل أكان وسطيا يمين للثامن من آذار أم وسطيا يحمل أي هوية أخرى وهو تعهد غير محدد المعالم يقضي بعدم التفكير بتسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وهو ما يعد بديهيا في حال استمرار عدم رضى المملكة عن رئيس الحكومة السابق الأكيد أن الحل في لبنان يمر عبر الرياض ضوما وإرضاء الرياض اليوم عنوانه واحد استبعاد سعد الحريري ننتقل إلى النهار إلى موضوع اقتصادي نافذة أمل بري يقرر عفوا الدولار يتدفق مجددا من سوريا إلى لبنان إذن نحن مع صحيفة النهار يشير مسؤول سابق في منطقة البقاء إلى أنه تابع شخصيا كيف نشطت أخيرا عملية نقل المحروقات من لبنان إلى سوريا لسيما عبر معبر المصنع الذي يعد أهم المعابر الشرعية بين البلدين وهذه العملية بحسب هذا المسؤول ليس فيها شبهة تهريب وإلا لكانت تمت عبر المعابر غير الشرعية وما أكثرها والتي عرفت نموا لا سبق له منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 والتي صارت رمزا لنفوذ حزب الله على الحدود الشرقية لذا وبحسب المصدر فإن عددا كبيرا من المركبات عمدت في الأوينة الأخيرة إلى توسيع خزانات الوقود فيها كي تستوعب كميات أكبر من المعتاد وملئها من محطات الوقود في المنطقة والتي لم تعد تعاني من أي شحن بعدما صارت هذه السلعة تباع وفق سعرها بالدولار الأمريكي بعد ذلك تنطلق المركبات نحو معبر المصنع وما أن تشتازه ببضعة كيلومترات وقبل أن تصل إلى معبر جديدة يابوس على الجانب السوري من الحدود يجري إفراغ هذه الخزانات في مركبات آتية من سوريا وتتم عملية بيع ما تحمله المركبات اللبنانية بالفريش دولار فقط والسبب كما يقول المصدر هو أن العملة السورية لم تعد صالحة بعد الانهيار الهائل في سعر صرفها مقابل الدولار وأي عملية تتم بالعملة السورية لا يكون مضمونا أن تؤدي إلى تحويلها دولارات بالسعر الذي يحفظ للبائع اللبناني أرباحه وإلا فإن السائق اللبناني الذي يفعل ذلك سيجد نفسه خاسرا عند عودته إلى منطقة شتورة لكي يحول الليرات السورية إلى دولارات والسبب أن تدهور سعر العملة السورية يحصل بين ساعة وساعة من هنا تقرر أن تباع المحروقات الواصلة من لبنان إلى سوريا بالعملة الخضراء التي صار السوريون يحملونها معهم إلى المنطقة الفاصلة بين معباري البلدين وطبعا متبعة للوضع الاقتصادي من قرارات وبيانات المصرف المركزي إلى تسعير البنزين إلى التقلبات في سعر الصرف ينضم إلينا الكاتب والخبير الاقتصادي أنتوان فرح صباح الخير أستاذ أنتوان أرباح الخير صباح النور بدنا نبدأ مع تعليقك على قرار مصرف لبنان قال أنه جاهز للبيع لكل الناس من دون سقف من دون حدود على سعر منصة صيرفة ما تعليقك على هذا القرار؟ طبعا أولا خلينا نقول أنه هذا مجرد إجراء إجراء مؤقت لحتى يعمل صدمة لحتى يوقف نصيلة الدولار اللي كانت عم ترتفع بسرعة وكان واضح أنه العام 2020 سوف يقفل على سعر الزراوح بين 50 ألف وفوق 50 ألف شكور وبالتالي بلحظة من اللحظات كنا دائما نقولها أنه يوم يقرر مسرف لبنان يتدخل بيقدر يحد من ارتفاع سعر الدولار وهذا اللي صار بالحقيقة القرارة اللي أخذوا مصرف فدنان وأخذوا بالوقت للي تقريبا صنا بآخر السنة قبل الفرصة كان الهدف منه يعمل شوق للسوق المالي ويوقف ارتفاع سعر صرف الدولار بطريقة أنه أنا اللي بده الدولار أنا بعطيه على 32 ألف هذا الكلام كافي كان لحظة يرجع يوقف بسيطة الارتفاع يرجع يهبط شوية بيبقى نقول أنه هذا الموضوع أولا إجراء مؤقت ثانيا المؤقت ما نعرف أديه بدون يعني المؤقت ممكن يكون لبضعة أيام ممكن يكون لبضعة أسابيع لأنه المؤقت في الطبق أديه مصرف لبنان بديدخل دولارات ولأي فترة وأديه لح يكون إذا بدك كريم وسخي في ضخ الدولارات لأنه نعرف أنه في حدود لضخ الدولارات هذه كلها تتقرر مصرف البنان يعرفها وفي ضوءة بيبين مسير الدولار كيف لح تكون بالمرحلة القصيرة نعم بيبين مصرف المركزي حدد اسم بونك واحد فقط بدل ما يتم التطرق إلى الخلل الموجود بالبنوك الأخرى هل برأيك فقط المصرف المركزي السيطرة على السوق لا بالحقيقة هو ما كان فيه خلل حتى نكون واضحين يعني مصرف لبنان لما بيصدر الحاكم أرار وبهيدي السرعة وبشكل مفاجئ لوجستيا المؤسسات والمصارف العاملة مش بالسهل فيها إذا بدك تماشي هذا الأرار بدون ما تطلع على التفاصيل الأخرى شو التفاصيل الأخرى؟ البنوك اللبنانية هي مسؤولة عن ما يعرف بالـ هي مسؤولة عن الحاكم أو عن ما يعرف أنه إذا كان نسبون فعلا جاي يشتري دولار لأنه معه مساري ما يشتري دولار أو جاي يعمل مضاربات يشتري وبيع ويشتري وبيع ويعمل مضاربة على العمل الوطنية ويعمل أرباح غير مشروعة وبالتالي مصرف لبنان هو بيقلهم للبنوك انه انتوا كبنوك انتوا مسؤولين عن هذا الوضع وبالتالي انتوا مسؤولين بتأكدوا انه للي عم ياخد عم يشت دولارات هو اما شركة بتستوري اما زبون عنده عنده حساب وشرعه مش عم يعمل مضارب هذه العملية اللوجستية تحتاج لوقت لحتى تتركب ما بتمشي دغري ومشان هاك شفنا انه البنوك يبشت الشركات للي عندها هي موجودة دجاوراها وعندها دجاورا معاملات سابقة ما في مشكلة بينما اللي اجوا جديد كانوا محتاجين يدققوا فيهم لانه هنه بالنتيجة مسؤولين امام مصرف لبنان انه يكونوا عم يعطوا الاموال لجهات مش لجهات عم تضارب على العمل وهذا كان اذا بديك السبب اللي خلى مصرف لبنان بالاخر يلجأ لبونك الموارد يعني بونك الموارد طار في بونك صغير نسبيا الصغير اللي يتحرك بفلكسيبل اكبر يتحرك بالسوق بفلكسيبلية اكتر باسرع قدر بونك الموارد يتحرك باسرع ويمون عم وظفينه يجيبهم بالعطة بكرالة حتى يقدروا يسيسروا الناس نسبيا ليكون لجهستيا بقيت البنوك اصبحت مسؤدي بس انا بعتقد انه كل البنوك لح نفذ القرار طبعا ربطا بقدرة مصرف لبنان على تأمين الدولارات فعليا لانه القرار طافي هذا قرار شفهي بعد فعليا بديكون عم بيأمين الدولارات مش انه البنوكي تدفعوا بالاخر تقول بلتي مع تيونية هم برضوا يؤمن الدولارات بحقا بمشي البنوكي بها نعم يعني بهالطريقة المصرف المركزي استيزة اونطوان قدر يكسر مسار الدولار يعني المرتفع او يكسر ارتفاع الدولار ولكن السؤال الى اي مدى ممكن انه ينخفض الدولار لكن اليوم لما بيقول المصرف ابنان انه انا بيع على 38 ألف معناها تعطي قعر للدولار هو اللي هو 38 ألف نحنا اليوم نشوف انه بالسوق الحرة كان بعده عم يتراوح بين 43 ألف و 44 ألف وبالتالي هاي السعر بيضلوا مرتبط بقدرة مصرف لبنان على تأمين السوق يعني اذا مصرف لبنان بالاخر قال انا مستعد ادفع اربيع على 38 كل اللي بده يشتري دولارات اكيد سعر الدولار بينزل على 38 كل اللي بالسوق السوداء يزعى على 38 لكن انا بشكل قبل بمرة عملنا كتير اجراءات من هذا النوع ومصرف لبنان يعني كان عنده قدرة محدودة او قرار بأنه يكون اللي عم يضخوا من الدولارات محدود الى حد المال انا اكيد ما مستعد يضحي باحتياطات اضافية لحتى يخفض الدولار على فترة معينة ونحنا كلنا بنعرف انه بالنتيجة يرجع يرتفع لانه مرتبط بظروف الاقتصاد والاقتصاد عم يعفو السعر العملي مش العملي عم تعفو وضع الاقتصاد تب استاذ انتوان فعليا المواطن انه شو استفاد من كل هذه العملية بعد اسعار السلع بالسوق والسوبر ماركت مرتفعة بالحقيقة المواطن ما استفاد الا من ناحية واحدة اولا انه الدولار اللي كان رايح ال 50 او 60 الف وبالتاني الكدرة الشرائية للمواطن كانت بدأ تكون على هذه الحسابات بالمبدأ وقفت يعني مش لحيطلع الدولار هلأ باخر استنعى 50 الف يعني قدرنا نعمله لجم مؤقت لكن بالمقابل اكيد المواطن دفع حقها يعني عم يدفع حقها بالفطير الهاتف عم يدفع حقها بالفطير اللي عم تدفع عصيرفة احنا ما ننسى انه مقابل خفض الدولار من 48 الف السوق السوداء ل44 بس رفعنا صيرفة من 32 الف ل38 وبالتالي كل حسب المواطن اللي عم تكون على صيرفة اكيد ارتفع كذلك المواطن اللي كان عم يستفيد وعم ياخد عصيرفة الراتب اخر الشهر لان رأي يبيع بالسوق السوداء كمان حرم من قدرة شرائية اضافية اكيد المواطن ما استفاد واكيد كل هالاجراءات بالحقيقة هي يعني ما فيها ايفاد يعني عامل نفسه فقط ما هيك عامل نفسه ابرد مسكن ابرد مسكن يعني مثل كأنه عندك مريض وعم يصرخ وما قادر تعملينه الحال والعلاج كل فترة بتعملينه الابرد اللي حتى تتكفي في الوجه شوية أو تتكفي في الصراح بس بالاخر بالنتيجة المريض مريض وإذا ما عم تلو العلاج اللي حيروح لنضرح أسر نعم الكاتب والخبير الاقتصادي أنتوار نفرح شكرا جزيلا على هذه المداخلة مشاهدينا رح نتوقف مع بريك ونرجع للحدث والزميل رامز العاضي اشتركوا في القناة